اهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جيدة من شبكة وصنارة أنا على الهوى ياريت تكلموني على الأرقام اللي تظهر قدام حضراتكم على الشاشة ولو في أي حاجة عايزين توصلها لنا تعليقات وصفات أي حاجة ابعتها لنا على البيتش بتاعتنا شبكة وصنارة على الفيسبوك أعمل النهاردة رز بالطريقة التايلاندي حرق شوية وسهل قوي مكونات شكلها كتير بس الموضوع سهل جداً أقوله على المكونات بس الأول رز مطبوخ جنباري سباراجوس زنجبيل فوزدو سويا سوس لمون عصير هالوبينو أو فلفل حراء توم وفلفل أحمر بابريكا أو فلفل رومي أول حاجة هبتدي أجهز كل المكونات اللي هي هبتدي بالفلفل الألوان أسهل طريقة للتقطيع كده علشان ما ناخدش الحتة اللونها أبيض لأن الحتة اللونها بيبقى طعمها مر شوية يعني على طبق رز نقول نصف الفلاية كفاية نشيك كده دي على جنب الموضوع أن أنا هبتدي أقطع عايزة بمجهز كل حاجة وأنا شغال علشان لما أجي وقت النار أو يعني وقت الوقفة قدام المتجهز يبقى كل حاجاتي مترتبة قدامي وجهزة أن أنا أشتغل فيها على طول من غير مطلق هقطع الفلفل رفيع على قد ما أقدر ليه على قد ما أقدر رفيع علشان الفلفل من المكونات اللي بتاخد وقت في السوى فلو تقطع تخين أو مربعات كبيرة هيعكسني شوية وممكن يخلي الجنباري ينشف أو يخلي بقية المكونات تستوي أكتر منه فيبقى الموضوع مش موزون يعني يبقى مثلا الاسباراجوس مستوي قوي والفلفل لسه بيقرقش أو لسه ناشف مستويش فهقطعه زي ما بنقول عليه كده جوليان رفيع وبعدين هبتدي أتبل الإيه الجنباري هتبل الجنباري أن أنا أحط كل المكونات اللي موجودة اللي هي السويا سوس واللمون والهالوبيينو والتوم ممكن أاخد التوم برضو أقطعه بالمرة هستعمل التوم على مرتين هحط مرة في التدبيلة وبعدين هاخد فصل واحد تاني وأنا بحط الرز ممكن أزود شوية كمان من التوم طبعا يعني ممكن نزود ممكن نخليه زي ما هو ده إيه راجع لينا لكن نبقى الفكرة وصلة عند حضراتكم بعد كده القرار راجع ليكم زي كنتوا عاديين تزودوا أو لا هبتدي بالتوم أو يعني أيا كان والسويا سوس السويا سوس ده خفيف لأن فيه نوعين أو ثلاث أنواع من سويا سوس فيه خفيف وفيه أتقل شوية وفيه سويا سوس تقيل جدا عام زي بلسامك التقيل كده فهنستعمل الخفيف شوية وإيه دي الفلفل هالوبيينو لو الهالوبيينو مش متوفر نقدر نستعمل فلفل لو عندنا فلفل مخادر في البيت ينفع جدا نفيش مشكلة خالص هياخد حتة من الزنجبيل الفراش يفضل طبعا نستعمل فراش لأن الأكل الفاريست كله واعادة بيستعمله الحاجات الفراش وعلشان نبقى أي مش ألانين هنقطعه رفيع برضو لكن هنقطعه رفيع بالطول كبير وواضح علشان لو ما بنحبهوش قوي أو ما بنحبش نوعية طعمه في البق نقدر نشيله وإحنا شايفينه في الطبق وهنا ده كده وبعدين نحط الجنبري مادام حطينا لمون يبقى مش هينفع نحط كمية كبيرة مش هينفع نسيبه فترة طويلة في التدبيلة علشان مش عايزينه يبتدي يستوي عايزينه يبقى يعني يواخد الطعم بس قالو مونة ازايك؟ قالو ازايك يا مونة الحمد لله الحمد لله أخبارك إيه؟ هريسة أبحب حضرتك قوي ربنا خليك وأنا بحبوك كلكو جدا أموريني عايزي طريقة الجنبري المشوي الجنبري المشوي أه حاضر على الفحم ولا على البتجاز قوليدي كده لا على البتجاز على البتجاز حاضر بصي هتجيبي الجنبري طبعا يتقشر ويتنظف من لا ما يتقشرش يتنظف من الظهري يعني الجنبرياء كده بالمقص حنقص طهرها عشان نشيل العرق اللي وراء وبعدين نتبّلها بقى بأي حاجة بتحبوها يعني بتحبوا الهريسة ممكن بتحبوا الصوية سوس يبقى نتبّلها بصوية سوس وزيت زتون ولمون وملح وفلفل المهم إيه؟ التدبيلة اللي بتحبوها وبعدين لو في عندكو عصيان الخشب زي دي كده تمام؟ نحطهم في عصيان الخشب يعني كل واحد تحط فيها جنبريتين وبعدين في شوية من الزيت نحمرهم على أو نشويهم على البتجاز وبعد كده لو عايز تديده طعم الشاوي علشان يبقى يعني فيه ريحة الشاوي ممكن نقفل عليه في الفرن ونولع في حماية ونحط عليها شوية زيت ونسيبها خمس دقايق هتلاقي الريحة بتاعته بقيت إيه؟ تحس إن هو مشوي مادام هدى أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أهلا بيك يا فنم منصر لك بسأل على طريقة تعمل بلح البحر تمام بالشيل بتاعته بالشيل بتاعته بالصدفة بتاعته يعني تمام بالصدفة بتاعته وكمان عندي حاجة زي صبيت الصغير عامل زي البيت كده لا ما هو ده بيت صبيت ده زي كافيار بتاع الصبيت ده جميل قوي ده لما بتعمل ببيده بقصمات بيبقى ببيده بقصمات بيبقى خطير يعني لو عامليه كأن حريك بتعملي مثلا جنباري عادي خالص تبليه التدبيل اللي بتحبيها تمام أوكي وبعدين بيده بقصمات ودقي أو يعني بترتيب الطبخ بتاع البيده بقصمات ودقي ممكن بيديه ممكن من غير بالنسبة لبلح البحر حريك أغلي مياه كويس بتغلي كويس جدا وبعد كده تنزلي فيها بلح البحر علشان ينزل رملة منه يبتدي يفتح سنة وبعد كده بقى زيت زتون وتوم وكزبرة وكمون وفلف الحراء وكل الحاجات البهرات الحريك بتحبيها وتحط فيها البلح البحر تقليبيه تقليبة كويسة شوية ماء صغارين تغطي عليه عشر دقايق وبقال فهنا نشوفها ومرسي جدا نتصال حضرتك كده أنا هابتدي على طول أول لما اتطاسة تسخن طبعا يفضل نسيب التدبيلة دي لمدة عشر دقايق مش أكتر من كده سعبت كتير علشان ما يبتديش بصوا حضرتكو الجنباري ابتدى لونه يقلب على بينك يعني يبتدى يستوي فإحنا مش عايزين يبقى إيه أكتر من كده مجرد ما هيبتدي يستوي مجرد ما بتدي التصة تسخن هابتدي الأول علشان أبقى مطمن نفسي إن أنا ماشي في السكة المزبوطة هاخد الإسباراجوس وهقول لحضرتكو على أسهل طريقة إن احنا نعرف بيها إن ناكلها منين هنتنيها كده ومكان ما تتكسر هناخد الحتة دي طبعا دي تنفع لكن دي هي اللي تبقى طريقة هكسرهم كده على مطاست سخن وهطلع فاصل وهرجع كامل محضرتكو بقية الرز وهعمل توست بالفواجهة رجعت لحضرتكو بعد الفاصل أفكر حضرتكو أنا عملت إيه حطيت الجنباري مع التوم والزنجبيل وفلفل الحراء الهالوبينو وعصير اللمون والسويا سوس مش حط ملح خالص قطعت الفلفل والإسباراجوس علشان بقى بمتطمن إن كل حاجة هتستوي طبعا ممكن عادي جدا إن احنا ناكل الإسباراجوس والفلفل الفلفل الأحمر من غير ما نسويهم خالص بس علشان يبقوا وغدين الطعم طبعا الطاصة سيغنة جدا هبعدها شوية على النار لحد لما الدخان ده يهدى وبعد كده قدر إيه أبتدي أحط فيها فلفلاتين كده يطروها علشان يهدوا الأمور طبعا أنا بعمل كده علشان محدش يتلسع لكن لو في ناس متمرسة ممكن طبعا تبتدي على طول تعمل الكلام ده أو يعني لو تحط الحاجة في طاصة سخنة لكن علشان لسه الناس اللي بتبتدي ومعندهاش خبرة كفاية إن هي تعمل كده علشان محدش يتلسع مادام شوشو أهلا وسهلا أعلم بحاجتك إزاي تعمل فاكشان إزاي حركي صندق أخبرك إيه؟ تمام الحمد لله الحمد لله أنا سعيتك إبنان أنا استواصلت وأنا سعيت جدا أنا حاجت بتكلميني يا فاكشان أخبرك كل تحياتي من كل قلبي لبنا أخلي برنامج جزي جدا برنامج رائع وخاصتها من الفقرة اللي يبتعد حقيقتها وهو يا خاصة في الأسماء حريك قلت السويس صح؟ أيوة تمام أحسن ناس بلد الغريب فضع لي يا حبي هي طول مرافعة لمن بلد الغريب لا دي جميلة جدا أحسن من أحسن بلد اللي حباها يا فاكش يا ريد حزار تشرفنا هنا يا ريد في السويس والله هتلاقي أحسن في إن شاء الله لما نبتدي نطلع خارجي إن شاء الله في الخطة من أول بلد لأن هي قريبة من المسافة ورايبة من القلب كمان أمورين يا فاكش؟ أموة تدعوة مفتوحة من دلوقتي لحد ما يقدر ربنا إن شاء الله ربنا يخليك يا فاكش ربنا يخليك أنا لجى بس سؤال كتبسيط عشر أسئلة تفضل لي فاكش عايزة طريقة ملخية بالجنباري بس غير الطريقة السويسية أوكي؟ طب حريك ما تقوليها الطريقة السويسية ونشوف إذا كانت هي الطريقة اللي أنا بعملها ولا لأ لا أنا أنا لأ لأ حاست إن هو في فرق بينهم طمام إن شنا أصلا بنحط كتعة ثمنة مع حبيتين مستيكة يا دوبك المستيكة بالدوب بننزل عليها بالجنباري تشوحتين وبعدين فصين طوم معهم وبنحط بكاتر من المياه قليل يا دوبك غلوتين طمام مع حبة ملح وبنقفل ونكون محضرين الملخية طبعا مخروطها كله ونسقطها فقيها وبعد كده بنعمل الطرشة طب وكسبارة مشوش كسبارة خالص؟ حريك نسيت الكسبارة؟ لأ ما طبيعي الضم مع الكسبارة اللي هي طرشة الملخية في الآية لأ ما أنا عشان برضو يبقى الأمور واضحة أنا عارف إن هي طبيعي لكن أغلب الناس اللي لسه ما بتبقاش في الطبيق قوي ما بتبقاش عارفة إذا كان ضروري ولا لأ يتحط الكسبارة ويمكن يكونوا مش عارفين فلازم نوضح لكم طيب إزاي في ملخية أصلا حتى لو بالفراخ أو باللحمة أو بالفراخ ماريك فيه لازمة تحط سكر على البامية طيب خلينا أقول لحضرتك على الطريقة ده أنا بعملها هنقول أن الملخية خلاصت عملت وجهزة تمام أنا اللي بفضل إن أنا ولا حطي مستجهة وأي حاجة خالص أي حاجة عايزة تحطيها في الملخية حطيها في الملخية نفسها لكن خلي الجنبري والكسبارة والتوم والسمنة أو الزبدة أو السمنة أو المادة الدهنية اللي عايزة تستعمليها هما دول اللي هيبقوا فيطاصة زي دي كده ويتعامل يعني الخلطة بتاعتها أو الطشة بتاعتها تتعامل هنا يبقى الجنباري وكسبرة والتوم بكمية كبيرة يتحطوا كلهم مع بعض وبعدين يتحطوا على الملوخية الجاهزة حبهان بقى مستيكة عايزين نزودها نقدر نزود الكلام ده على الشربة بتاعت الملوخية نفسها علشان نبقى زبطين طعمها دي الطريقة اللي أنا عادة بعملها أو اللي هي الطريقة الدرجة في كل حد ومرسي جداً لاتصالكي فاندم وإن شاء الله أول لما هنقدر نطلع خارجي هنروح على السويس ألوسوها أيوة معاك يا فاندم اتفضلي بتسألي عن مين يا فاندم؟ ما سمعتش طريق سمك التعبين سمك التعبين ممكن طبعاً هكتواطي السود شوية لأن السود بيعمر طيب سمك التعبين علشان نقدر نعمل سمك التعبين لازم السمك ده بيتسلخ عشان نوفر الأمور علينا عند الراجل اللي جبنا من عنده السمك يسلخ لنا السمك ونعمله تدبيلة تكون قوية يعني هنحتاج فيها شوية من القرفة هنحتاج شوية من جزء الطيب لموم كتير توم كتير وبعد كده بقى الباقي لحضراتك تختاري الخلطة اللي انت عاوزاها ويفضل ان هو يتعامل في طاجن علشان نقدر نخليه في الفرن فترة طويلة عشان سمكة قوية وجسمها قوي فتحتاج ان هي تقعد فترة طويلة في الفرن مش أقل من ساعة لربع يمكن وهي ايه دهنية جداً كمان فكل ما نسيبها في الفرن كل ما حينزل الدهون منها فنقدر ناخل السمكة ونسيب الدهون طبعاً لحد بيحب الدهون يبقى بقى الفة هنوشفة ومرسي جداً لاتصال حضرتك انا كده بالنسبالي خلصت الروزل تايلاندي حبتدي احط الفوزدق المجروش شوية وقلبهم وبعدين نجهز طبق المهم هو احنا بنطبخ لو حضراتكم واخدين بالكم حتشوفوا ان الفلفل بقى طاري استوى مش عايزين نستنى عليه ان هو مش عايزين نسيبه ويبقى ناشف الا ازا كنا نويين هناكلوا على ان هو ناية خلص كده هناخد شوية من الرز بقى التايلاندي بالجنبري نزبط الطبق كده بس علشان يبقى شكلنا كويس ونباين الجنبري لازم ننظف الطبق دايما لو بنقدم طبعا لو بناكل في البيت وبنبحطين طبق كبير ما بنعملش كده لكن لو بنقدم طبق طبق لازم يعني يفضل ان احنا نعمل تنظيف الطبق ده لان شكله وطعم مش الطعم طبعا بموضوع تاني لكن الشكل بيفرق من هنا ل هنا حاجة كبيرة جدا ايه دي كده طبق الروز التايلاندي بالجنبري والخضوار هطلع فاصل وارجع اعمل توست بالشوكولاتة والفواجه موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الموز على فكرة مش بيتفتح من هنا بيتفتح من هنا علشان أسهل كتير لو فتحناه هنا بيبقى أصعب لكن لو عملنا كده بيبقى الأمور أسهل طبعا مش بقدر أن أنا جاهز الموز بالذات أو التفاح قبل التصوير علشان بيسود وبيبقى شكله مش كويس فعلشان كده بنعمله قدام حضراتكم مادام دينا أهلا وسهلا أهلا يا شيف أهلا يا حفنم زي حضرتك بحييك على الأكرات المتميزة اللي بتعملها بسهل متشكل يا فنم متشكل لله يسلمك مرسي جدا كنت عايزة أسأل حضرتك بس فيه فيه ريستراز كده مشهور بيعمل جامباري بالتشيلي سوس بالتشيلي سوس اه هو أكيد حريك عارفه ببقى فيه بسلة كده ويعني هو تعريبا بيبقى خرائي دلأول ثمان وبعدين هو ما تعريبين بحقط أنا عايزة أغرف الصريقة بس عايزة أغرف الصوص ده براني طيب لأن أنا مرقيتش الأكلة دي غرفة الريستراز ده تحديدا عادة فيه مطاعم كتير قوي بيكون عندهم سر الطبخة بتاعتهم فما بيقولوش عليه ده أنا صعب جدا أعرفه إلا لو رحت المكان يعني أقول لحضرتك 50% 50% أنه أنا أعرف المكونات اللي فيه طبعا استحاله يقوله لكن التشيلي سوس ده ممكن تجيبيه جاهز من السوبر ماركت تمام وتزودي عليه بقى بسلة اللي حريك عايزها بسلة مجمدة علشان تخلي بقى فيها شوية طعم تقدري أنك تحطي عليها نقطة يعني تحطي في طاصة نقطة زيت وبعدين نحط عليها شوية توم ونقيه ونبتدي أن احنا نشوح البسلة دي ونضفها على التشيلي سوس لأنه هو طبعا أنا حريك مش عارف إذا كان تشيلي سويتان تشيلي ولا تشيلي بس إنما أنا عشان أقدر أعرف بالزبط يعني هيبقى صعب شوية بس لو يعني هسأل وهحاول أنا عادة يعني بقى وفي بكلامي لو هسأل وعرفت أوصل للسوس ده هقدر أعمله لحضرتك إن شاء الله نقطع بقى إيه الفراولة طبعا دي أكلة لذيذة قوي بالنسبة لأولاد الصغارين هتبقى أحسن كتير أنا مش خبيل قوي في تغذية الأطفال لكن يعني مدام فيها فاكهة يبقى أكيد هتبقى بالنسبة لهم كويسة كل اللي إحنا هنعمله بعد ما هنحمص التوست اللي غالبا بيتلسع مني ده لأ لسه بعد ما هنحمص التوست هنحط عليه شوية من الشوكرة أو شوية من الشوكرة اللي هي نقدر إن إحنا نفردها وهنرس بعد كده الفاكهة وبعدين هنحط عليه شوية من الفصدق طبعا بقى لو حضراتكو عايزين تزودوا الموضوع زيادة عندكو بقى إرفة وعسل أبيض ويعني الأوبشنز مفتوحة إلى مالة نهاية أنا عايز أجاهز بس كل الفاكهة قدامي علشان أبقى بسرعة هعمل يمكن يعني على حسب الوقت هيشوف هيسعفني إن أنا أعمل إيه عايز طبق المهم إن هو ينشف سنة علشان لما يجي أفرد عليه أفرد عليه الشوكولاتة ما يبقاش ما يبقاش طري ويجري مني في كل حد بس كده ممكن ندفي النار بقى ونسيب دول هنا ونبتدي واحدة واحدة نختار النحية دي لو عندنا الكابشة الربر دي بتبقى أسهل كتير لو مش موجودة برضو علشان مش كل البيوت موجودة عندها الكابشة فممكن بظهر المعلقة أسهل هنعمل كده وبعدين نبتدي نوزع كده بالراحة طبعا زي ما يقول لحضراتكم يعني هو عادة شوكولاتة وموز يبقى لازم بقى فيه قرفة وشوية ملعسل أبيض ده لو ما فيش نظام غذائي لو فيه بقى نظام غذائي يبقى يفضل ان احنا نبعد عن الطبق ده خالص علشان ما حتشقول ان احنا بنشجع الناس نيتاكل حلويات والوزن يزيد كده كفاء كريم ازايك كريم 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 انت سمعني ولا لأ واضح ان كريم فتح الخط ومش بيرد عليها طبعا بقى الرصة اللي ايه اللي حضراتكم تحبوها انا احاول على القد ده مقدر ان انا اخلي شكلها يعني يفتح النفس ايه دي كده الكيوي واحدة كفاية طبعا يعني مش قادر اقول حضراتكم انا بحب الفاكهة يعني ممكن افضل عايش حياتي كلها باك والفاكهة بس يعني حلويات بصراحة انا مش يعني مليش قوي في الحلويات لكن الفاكهة ممكن يعني اعيش على الفاكهة بس وحبا مرسوك جدا بالذات البطيخ مادام ايمان اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك الحمد لله ازاي حضرتك الله يخليك والله انا طلبها من حضرتك بس عايزة شربة الجنباري شربة الجنباري بس كده سيدة اه سيدة يعني بالكريمة اللباني كده بالكريمة اللباني مش عايزة مثلا يبقى فيها شوية من الخضار عشان برو تبقى حاجة متكملة لا فيش مشكلة انا اول مرة عاملها وعايزة عاملها بس مش عارف من اعناية يا فن هقول لحضرتك اهلا معينيك ربنا يخليك الله يخليك يا فن طيب حضرتك هتجيبي عشان بقى تبقى تمام لو ما فيش مشكلة في موضوع الاكل يعني النظام الغذائي يبقى عندنا زبدة وتوم ونشوح فيها الجنباري كويس وبعد كده بعد ما يتشوح تشويحة كويسة كده ويبقى تزبط هناخد شوية من الكرفس صغيرين متقطعين صغير قوي ونزودهم مع الجنباري وحط عليها شوية مثلا من البسلة اه مثلا نوبشور جزرة وبعدين نسيبها تغلي في شوية موية صغيرين لحدا ما نحس ان التالت الخضرة اللي موجودة عندنا تستوي وبعد كده اضيف عليها شوية كريمة لباني وطبعا نزبطها بالملح والفلفل لو عايزها حارة شوية نقدر نزود عليها شوية ملح الراء وقالفة هنمشوفها بإذن الله طيب انا كده شايف ان انا عمال ارسم والوقت بدأ ايه يجري طبعا دول بقى اكيد لما نعمل حاجة زي كده مش هنسيب الكلام ده ان يتريمي او حاجة لا احنا هنخليه شوية عصير برطقان وشوية مثلا عصير لمون ننلبه مع بعض وبعدنا فروت سلاة جميل جدا ايه بقى كده خليدي كده على جنب يبقى النهاردة كده عملت لحضراتكو روز تايلاندي بالاسبارجوس والفلفل الالوان والسوايا سوس وعملت توست بالجبنة والفاكهة والفوز ألف هانا وشوفها وشوف حلقة جديدة باي باي موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة